تأسيس العقيدة بعد تحطيم صنمية الشرك والجهل والخراطة سابعا نبوءة وبشارة ووصية بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أليف حقيقة صادمة شخصة تجدها بين كلمات الشيعة سواء الإخباري والأصولي من المشعوذين والطاعنين بعرض النبي عليه وعلى نسائه وآله الصلاة والسلام وناصبي العداء لأبي بكر وعمر والصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باب مثال ذلك القمي علي بن أبراهيم ففي تفسيره عند تفسير سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك قال إن سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم في بيت حفصة رضي الله عنها فتناول رسول الله ماريا فعلمت حفصة بذلك فغضبت فاستحيا رسول الله منها فقال صلى الله عليه وآله وسلم كفى فقد حرمت ماريا على نفسي وأنا أفضي إليك سرا فقالت نعم ما هو فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام إن أبا بكر يلي الخلافة من بعدي ثم من بعده أبوك فقالت من أخبرك بهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم الله أخبرني فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له إن عائشة أخبرتني جيم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يبتغي مرضات أزواجه يبتغي مرضات أمنا حفصة رضي الله عنها فقد تعهد صلى الله عليه وآله وسلم ألا يفعل ما أغضبها بل قد حرم على نفسه الفعل الذي أغضبها بالرغم من أن الله تعالى قد حله له من الأصل دال زيادة في جبر خاطر أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وفي إرضائها فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بشرها بخلافة أبيها عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما ها بشارة ونبوءة بعلم الله وأمره سبحانه وتعالى وقد علم بها أبو بكر وعمر وعائشة إضافة لحفصة رضي الله عنها واو بكل تأكيد إن علمهم رضي الله عنهم بالبشارة النبوءة كان معلوما مسبقا عند الله سبحانه وكذا عند رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فصارت البشارة وصية زاهي انقلب السحر على المدلسة القبورية أصحاب الخرافة الأخبارية والأصولية فقد باءت بالفشل محاولة زعيمهم القمي الطعن بأمهات المؤمنين والخليفتين رضي الله عنهم وعلى رغم أنفه قد أثبت القمي النبوءة والبشارة والوصية بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ثم تحققت النبوءة